ترامب في الأمم المتحدة بين الانفتاح المشروط والعزلة السياسية وتأكيد على شعار أمريكا أولا أسبوعا على حسم رئاسة العراق وسط انقسام حاد في البيت الكردي وقوى سياسية تدخل حيز المقايضات النفط على مشارف أعلى الأسعار منذ 2014 واشنطن تضغط وأوبك ترفض زيادة الإنتاج أهلا بكم في العاشرة عاصفة من ردود الفعل أثارها خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أمام الأمم المتحدة 30 دقيقة كشف فيها ترامب عن وجهات نظره حيال العديد من القضايا العالمية وفي مقدمتها أزمات الشرق الأوسط صحيح أن ترامب أثنى على عدد من حلفاء الولايات المتحدة لكن إطراءه مشروط بالانسجام مع سياسة واشنطن التي خلقتها إدارته الرئيس الأمريكي هاجم إيران في الوقت الذي كان فيه حلفاؤه الأوروبيون يعقدون معها اتفاقا جديدا وطمأن العرب والفلسطينيين في الوقت الذي كان فيه يقف بشكل واضح إلى جانب إسرائيل وسائل علام أمريكية عديدة وصفت خطاب الرئيس بالبيان الانتخابي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أمريكا أولا المبدأ الغالب على خطاب الرئيس الأمريكي في اتماع الأمم المتحدة تأكيدات على مفهوم الدولة الوطنية القائمة على مصالحها الخاصة محسومة التحركات ترامب اعتلى سدة الخطابة في الأمم المتحدة هذه المرة وفي جعبته كل ما يخالف جوهر عملها برأي مراقبين بدءا من إعلان الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية انتصارا لإسرائيل والتلويح بعدم التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين والهجرة وتهديد بخفض المعونات الخارجية هي نصف ساعة شن فيها ترامب هجومه العشوائي على دول ومنظمات عدة خطاب خلق حالة قد توصف بالصدمة داخل أروقة الأمم المتحدة ولعل أبرز ما يدلل على ذلك مشهد التعابير على وجوه ممثلي الدول الذين عجت بهم قاعة الاجتماع في ابتسامات تكاد لا تصدق ما تسمع عندما يقدس ترامب الوطنية والسيادة ضد العولمة التي كانت واشنطن رأس حربتها يبدو أنه إعلان للعزلة الأمريكية بحسب مراقبين فالخطاب الأمريكي جاء تتويجا لسياسات عديدة بدءا من الانسحاب الأمريكي من اتفاقية المناخ ومن الاتفاق النووي مع إيران ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة وإشعال النزاع التجاري مع الصين والاتحاد الأوروبي وفرض العقوبات الاقتصادية على إيران وتجييش الدول العالم تجاهها كلمة ترامب التصعيدية لم تخفي استضامه بتحرك أوروبي نجح بإيجاد مخرج لمواصلة تجارتهم مع إيران والإفلات من العقوبة الأمريكية من خلال إنشاء كيان قانوني جديد يهدف إلى مواصلة التجارة مع إيران ولسيما شراء النفط الإيراني ولم تغيب الخارطة العربية أيضا على خطاب ترامب بدءا من سوريا ودعوته للالتزام بالحل السياسي فيها مع احتفاظ أمريكا بحق الرد على استخدام السلاح الكيميوي وتوجيه التحية للشعب الأردني والشعوب المجاورة الأخرى على استضافتها للاجئين وإعلانه التزامه بتحقيق السلام في الشرق الأوسط بخصوص القضية الفلسطينية حسب الرؤية الأمريكية التي يبدو أنها ستعلن خلال شهرين والأبرز فيها هضم العديد من الحقوق الفلسطينية التاريخية إترامب كذلك خطب الشعب الأمريكي من المنصة الأممية واصفا إنجازات إدارته التي تحققت في أقل من عامين بأنها إنجازات لم تتحقق من إدارة سابقة في تاريخ أمريكا تساؤلات كثيرة خلقها خطاب ترامب حول السياسة الخارجية الأمريكية الجديدة وتغيرات مفصلية شهدها العالم وقادته في الخطاب الأمريكي مما يترك الباب مفتوحا أمام تحالفات وانقسامات جديدة حول العالم بحسب مراقبهم ينضم إلينا من واشنطن أستاذ العلوم السياسية والباحث السياسي الدكتور إسماعيل إضحيات وعبر الهاتف من فلوريدا مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي السيد توم حرب أهلا بكما في العاشرة سأبدأ معك سيد إسماعيل يعني بالنسبة لخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة هل كان الخطاب مقنعا برأيك؟ خطاب ترامب كان فيه أكثر شيء لفت انتباهي هو ما يمكن تسميته بمبدأ ترامب وهذا المبدأ يستند إلى السيادة الوطنية واحترام سيادة واستقلال الدول وعدم التدخل فيها طبعا كان التركيز في الدرجة الأولى على الولايات المتحدة وهو بذلك كان يخاطب قاعدته الشعبية التي تطالب بمثل هذه السيادة الوطنية وإبعاد المنظمات الدولية والمؤسسات الدولية عن تدخل أو تأثير على السياسة الداخلية أو الخارجية نعم سأنتقل إليك النقطة الثالثة اللي لفت انتباهي في خطاب ترامب تفضل تفضل سيد اسماعيل النقطة الأخرى المهمة اللي لفت انتباهي هو هو الإشارة إلى المؤسسات الدولية وكيف أنه يريد أن تكون هذه المؤسسات الدولية أو العالمية بعيدة عن التأثير على السيادة الوطنية ليس فقط للولايات المتحدة ولكن بالنسبة للدول الأخرى ولقد لمست في ذلك أو خطر في بالي في الدرجة الأولى ما يواجه الأردن بالنسبة لصندوق النقد الدولي وما إذا كان لهذا المبدأ الذي يؤكد سيادة الدول فوق سيادة المنظمات الدولية على أمورها وشغولها ربما سنأتي على هذه النقطة لاحقا سيد اسماعيل أنتقل إلى السيد توم حرب مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي الملاحظ من خطاب الرئيس الأمريكي بالأمس بأنه ربما يؤسس لبيان انتخابي تحدث كثيرا عن إجازات إدارته هو عدة نقاط دائما الرئيس سرامب واضح بسياسته الشفافة ليس عنده أي غمون وحي لأي جهة كان يتكلم إذا كان يتكلم للجهة الأمريكية واضح وإذا كان يتكلم لدول الحلساء أم الأعداء أم الغير معروفين هو واضح أما بالنسبة للشرق الأوسط فتكلم بكل شفافية موقفه من إيران وهذا ما يريح الشعوب العربية والإسلامية موقفه من إيران الذي لم يعزبه الخطاب ولم يكن له أي ارتياح هم نوعين في العالم العربي والإسلامي أما مع النظام الإيراني أما مع الإخوان المسلمين الذين يدعمون الثورات والحركات الإرهابية في العالم العربي وإنما تكلم عن الوطنية غير العولمة ضد العولمة نحن نتذكر منذ عشرين سنة لما اتبعت العولمة العالم العربي بأكمله كان ضد العولمة وكانوا يكلون بمنتدوات دائما بأن هذه العولمة هي الحيمنة الأمريكية على كل دول العالم اليوم يتكلم عن الوطنية ومع ذلك حاولت واشنطن فرضها منذ عشرين عاما كما تتحدث سيد توم واليوم هي تنزحب منها حاولت فرضها ولكن كان الإدارات في ذلك الفترة إن كانت إدارة رئيس البوش الأب أما بل كلونتون أما بعد ذلك باراك أوباما كانوا ضمن العولمة الدولية ولكن اليوم خفرنا كل شيء من هذه العولمة الدولية جميع الشركات الأمريكية ذهبت إلى الصين إلى الهند إلى الباكستان إلى المكسيك اليوم حاول إعادة الوطنية والصناعة الوطنية هنا في الولايات المتحدة فالذين انتقدوا العولمة بالتفعينات اليوم ينتقدون الوطنية فعلى كل دولة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه شعبها وأن تعمل ما تستطيع أن تعمله لأجل شعبها فلذلك الأمر الرئيس ترامب محبوب من كبال شعبه والاقتصاد الأمريكي يزداد قوة اليوم بعد يوم والبورطة في النيوك سيد إسماعيل يعني إذن إلى أي مدى كان خطاب الرئيس الأمريكي موجه للأمريكيين وليس للعالم وهل نحن أمام عزلة برأيك أنا أعتقد أن خطاب الرئيس كان في درجة أولى موجها للشعب الأمريكي وكما نعلم البلاد مقبلة في شهر تشرين ثاني أوائل شهر تشرين ثاني على انتخابات ولذا فإنه كان في الدرجة الأولى يتحدث لقاعدته الشعبية هنا في أمريكا وللعناصر ذات الاتجاهات اليمينية التي تطالب دائما بنوع من الانعزال بالنسبة لأمريكا ولذلك كان أي أحد شاهد خطابه كان هو دائما يركز على ما كان يقوله في اجتماعاته الجماهيرية المستمرة هنا في الولايات المتحدة ولكنه في نفس الوقت طبعا تطرق إلى الشؤون الخارجية لبعض الدول تطرق إلى طريقة جديدة لاستخدام المساعدات الخارجية الأمريكية وقالها بكل صراحة أن أي دولة لا تحترم الولايات المتحدة طبعا ما عرف معنى هذا الاحترام ولكن قال أن أي دولة لا تحترم الولايات المتحدة ستقطع عنها المساعدات الشيء الآخر اللفت انتباهي رغم أنه أشار إلى القدس ونقل العاصمة السفارة الأمريكية إلى القدس إلا أنه لم يذكر كلمة ما انتشر في الشرق الأوسط وكثروا الحديث عنه عن ما يسمى بصفقة القرن وحتى لم يتطرق لحلول أو أي تفصيل بالنسبة للقضية الفلسطينية ولقيضية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فخطابه كان في الدرجة الأولى موجه للشعب الأمريكي أو لقاعدته بالأحرى النقطة لأثارها زميلي بالنسبة للعولمة وبالنسبة للسيادة الوطنية في عالم اليوم الكل يعرف أن هناك تداخل رهيب في عالم اليوم وقد يكون لها تأثير بالنسبة لعدم التدخل في شؤون الآخرين ولكن يستحيل في عالم اليوم أن يكون هناك انعزال سواء في أمور التجارة أو في أمور الاقتصاد أو في أمور الأمن القومي وبعدين نقطة أخرى أريد أن أؤكد عليها صحيح الرئيس الأمريكي له نفوذ كبير في السياسة الخارجية ولكن ليس هو الوحيد الذي يقرر السياسة الخارجية خاصة رئيس في موقف ترامب اللي هو الآن موقف غير متأرجح إلى حد ما بسبب الصراع الداخلي والانقسام الداخلي والتحقيق في ما يسمى بددخل الروسي وغير ذلك هل هذا الخطاب سيد اسماعيل سيزيد ربما من مصاعب ترامب؟ هل سيزيد هذا الخطاب بالأمس من مصاعب ترامب في مرحلتها المقبلة؟ أنا أعتقد أنه قد يثير الكثير من القلق بالنسبة للسياسة الخارجية بالنسبة للمساعدات الخارجية بالنسبة للتطبيق ما ذكرته أنا وأشرت له على أنه مبدأ ترامب الجديد ممكن يثير بعض التعقيدات في السياسة الخارجية ولكن أيضا في الداخل هناك معارضة شديدة للكثير مما جاء فيه يعني 34 سنتر أمريكي عضو في مجلس الشيوخ وجهوا رسالي له يحتجون على قطع المساعدات عن الفلسطينيين مثلا وهذا شيء تطور الحقيقة يعني يشير إلى أنه ستكون مقاومة شديدة من الداخل لهذه السياسات نعم أعود إلى السيد تومي يعني تحدث قبل قليل سيد إسماعيل بأن ترامب في خطابه لم يتطرخ كثيرا إلى القضية الفلسطينية ولكن كان هناك هجوم من قبله على الفلسطينيين واليوم يؤيد حل الدولتين كيف تقرأ هذا التناقض سيد توم؟ هو دائما أول شيء سيد الرئيس ترامب كانت واضحة إن كان وقت الحمل الانتخابي أما بالمهرجانات الانتخابية وما بعد المهرجانات الانتخابية وحتى حديثه في الأمم المتحدة نهار أمس وحديثه اللي يتكلم عنه نهار أمس تقريبا يتكلم عنه إسبوعيا في المهرجانات التي يقوم بها والحديث الذي يقوم بها للإعلام دائما بالنسبة للأمريكاني ليس كان له من جديد على الساحة الدولية في مجلس أمن وأما الرؤساء الذين كانوا جالسين لأن لم يسمعوه يوميا هنا في الولايات المتحدة ربما كانوا متعجبين بفراحته أما بالنسبة للسؤال بالذات على القضية الفلسطينية هو منذ تنفيذه لقرار الكونغرس بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس هذا كل ما قام به تنفيذ القرار الذي اتخذ بالأكثرية الساحقة في مجلس النواب ومجل الشيوخ سنة 1994 في عهد الرئيس فليك لينتون نفذ هذا القرار دائما كان يتبنى القول على الفلسطينيين والإسرائيليين أن يحلوا مشاكلهم وأي حل يأتون به ومتواسكين عليه نحن سندعمهم ولم نقف بواجب نعم ولكن هو نحاول أن يفرض حلول وتحدث عنها ربما خلال شهرين سيعلن عن هذه الحلول الحلول الذي هو لأنه أتوا إليه الدول العربية وقالوا بعد منذ سبعين سنة لحتى اليوم لم نصل إلى حل في القضية الفلسطينية الإسرائيلية ودائما كان هناك من نوع مناطل للقضية الفلسطينية على العالم العربي واليوم العالم العربي يدفع مشاكل هائلة تجاه هذه المشكلة الأساسية فما علينا إلا نجد حلا إذا وافق عليها الفلسطينيين فقام هو بناء المفاوضات مع الدول العربية لوجد عدة خيارات للشعب الفلسطيني وإذا الرئيس محمود عباس حاول عزله من كبل مجلس الأمن أما الجمعية العمومية ففي نهاية المطاف الجميع يتسمعون للرئيس ترامب ماذا يقوله ولا أحد اليوم يتسمع للرئيس محمود عباس ماذا يقوله في مجلس الأمن اليوم الرئيس محمود عباس وصلت الفكرة سيد توم يعني عذرا عن مقاطع أود لسيد إسماعيل دحيات أستاذ العلوم السياسية يعني وسائل الأعلام الأمريكية انتقدت خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كيف تفسر ذلك؟ أفسر ذلك بأن أغلبية الشعب الأمريكي أكثر من ستين في المئة من الشعب الأمريكي هم من الذين إما ضد ترامب أو لا تعجبهم سياسات ترامب الداخلية والخارجية رغم أن له قاعدة صلبة لحوالي 30 إلى 35% من الشعب الأمريكي بالنسبة للصحافة التغطية طبعا هناك انقسام في الصحافة الأمريكية بين مؤيد لترامب مثل شبكة فوكس ومؤيد أو ضد ترامب مثل شبكة CNN و MSNBC ولأخرين الصحافة طبعا انقسمت على أساس آيديولوجيا بالنسبة للتغطية الخطاب ولكن النغمة الغالبة هي انتقاد الخطاب بدرجات متفاوتة من الشدة وخاصة عندما ضحك عدد كبير من مندوبي الأمم المتحدة على بعض ما قاله ترامب بشكل عام كان الاستقبال له في الإعلام الأمريكي سلبيا باستثناء وسائل الإعلام التلفزيونية والديجيتالية التي يعرف عنها تأييده له إن كان على حق أو باطل نعم نعم إذن أعود إليك سيد توم ملاحظة على ما قاله زميلي تفضل تفضل ملاحظة على بعض ما قاله زميلي عن القضية الفلسطينية خلينا نكون واضحين وصريحين الولايات المتحدة تحت ترامب أو إدارة ترامب الأحرى بما فيها نائبه بينس وكبار المسؤولين معه الواقع أنهم سلموا زمام الأمور بالنسبة للقضية الفلسطينية سلموها لإسرائيليين ولنتنياهو ولللوبي الليكودي هذا شيء واضح جدا وظهر في خطابه بشكل جليل لأنه ركز فيه فقط على حكاية نقل السفارة إلى القدس والإفاء بوعوده وصلت الفكرة سيد إسماعيل أعود إلى السيد توم حرب مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي يعني نكيهلي قالت المندوبة الأمريكية قالت بأنه أسيء فهم خطاب الرئيس الأمريكي بالأمس كيف تفسر ذلك؟ أولاً نسبة لشواء التصحيحات الشعب الأمريكي ليس 65% ضد الرئيس إذا كان 65% ما كان وصل لسدة الرئاسي وصلت لسدة الرئاسي لأن الشعب الأمريكي صوت له وإضافة إلى ذلك الكونغرس ومجلس الشيوخ الأكثرية من الحزب الجمهوري من بعد ما في 2016 قادمين على 2018 الانتخابات النصفية وساعتها لكل حادث له حديث أما بالنسبة للأعلام الأمريكي 92% من الأعلام هو ضد السياسة الرئيس الأمريكي وهذا لأنه 86% من الأعلام يتبرعون لمصحة الديمقراطية الحزب الديمقراطي ولا لمصحة الحزب الجمهوري ورغم إساءة الإعلام للرئيس ترامب الرئيس ترامب ربح بالانتخابات في 2016 نعم يعني سيد توم هذا موضوع آخر تتحدث عنه ولكن أرجو أن تجيب على سؤالي نعم أما بالنسبة للسيدة المندوبة الأمريكية قالت بأن هي كانت موجودة في الغرفة في قاعة المحاضرات الجمعية الأممية وكان هناك نوع من تعجب لجميع المسؤولين والديبلوميسيين لشفافية الرئيس وإذا كان انتقاد له الذين يحبوه أم يكرهوه كلهم كانوا يحاولون أن يأخذوا صورا معه هذا الذي قالته ولكن تعجبوا بفراحته نعم ولكن هي قالت أسيئة تفسير خطاب ترامب لم تكن هذا الذي عبرت عنه اليوم فيه على برنامج الفاصنود لم تكن أسيئة للخطاب قالت لا تعجبوا لفراحته هذا كان الجو العام في قاعة العمومية شكرا جزيلا توم حرب من فلوردة كنت معنا مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي وأيضا شكر موصول إلى السيد إسماعيل إدحيات أستاذ العلوم السياسية شكرا جزيلا لكم الرئاسة العراقية والخلافات الكردية هذا الملف بعد الفاصل على بعد أسبوع من انتخابات الرئاسة العراقية يزداد الانقسام داخل البيت الكردي مما يشير برأي مراقبين إلى أن الحصمة سيكون خلال جلسة الثاني من الشهر المقبل وهي نهاية المهلة الدستورية لاختيار رئيس للبلاد من قبل البرلمان أبرز المرشحين للرئاسة برهم صالح وفؤاد حسين يواصلان المشاورات واللقاءات مع مختلف القوى السياسية والتي يبدو أنها هي التي ستحسم منصب الرئاسة إذن مشاهدين أرحب بضيفي من أربيل الدكتور صباح صبحي أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين أهلا بك دكتور صباح إذا تحدثنا عن حدود المرشحين للرئاسة العراقية نعم تحية لكم وللمشاهدين حقيقة نحن يجب أن نذكر بأن هذا المنصب السيادي هو من نصيب الكرد وقد جاء في العرف السياسي منذ نشأة الدولة العراقية 2003 لحد يومنا هذا بأن هذا المنصب هو للقومية الكردية وقد تعرف بأن المكونات الأخرى الشيعة والسنة هم متفقين على ذلك وأن المناصب الأخرى أيضا تنظم وتقسم وفقا للمكون الشيعي في رئاسة الوزراء والمكون السني في رئاسة البلمان حقيقة هذا الأمر الذي استنتجه العرف السياسي هناك أيضا اتفاقات حزبية بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني منذ 13 سنة يعني قبل 13 سنة أي في 2005 كان هناك اتفاق بين السيد مسعود البارزاني والمرحوم جلال الطالباني في تولي أحدهما رئاسة الإقليم والآخر رئاسة الجمهورية العراقية وقد دعم ذلك الاتفاقية الاستراتيجية بين الحزبين 2007 لكن الآن لقد ظهرت بوادر صفحات جديدة للعلاقات بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان أسبابها أولا يعني هناك استحقاق انتخابي لأغلبية الأصوات في إقليم كردستان حصل عليها الحزب الديمقراطي النقطة الثانية بأن إقليم كردستان الآن لا يحكمه أي لا يترأسه السيد مسعود البارزاني والنقطة أخيرة بأن مسألة الاستفتاء حول انفصال الإقليم التي جرت قبل عام من هذا اليوم يعني كان هناك مناقشات عديدة حول ما هو السبب الذي أدى إلى الإقليم إلى هذا الوضع وهناك التصور من الحزب الديمقراطي الكردستاني بأن المشاكل بين أربيل وبغداد تحل من بغداد لكن إذا تحدثنا عن الخلافات والانقسامات الكردية اليوم حول منصب رئاسة الجمهورية هناك نظرتان حول هذا المسألة أولاً هو أساساً هو تنافس حزب مشروع صحيح هذا الشيء يعني يجب أن نقول بأن اختيار المرشحين يتم عن طريق البلمان بأغلبية ثلثي العضاء هذا الأمر يعني تنافس مشروع في نقطة ثانية صحيح كلام حضرتك وهي يجب أن يكون هناك توافق وطني حول المرشح لكن نحن هنا في أربيل نتلمس وجود هذا الخلاف بسبب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي رشح سيد دكتور برهم دون الرجوع إلى هذا التوافق المتعارف عليه مع الحزب الديمقراطي أي أنه تصرف لوحده وأصبح دكتور برهم مرشحاً وحيداً خارج إطار التوافق من جهة أخرى يعني حزب الديمقراطي يرى بأن هذا المنصب السيادي هو صمام الأمان واستقرار العراق يتوقف على المناصب السيادي يعني هو صرح السيد مشعود البارزاني في عدة مرات بأنه أساس التوافق وأساس حل المشاكل هو الظهور بقوة ويجب أن يكون هناك رئيس للجمهورية يستطيع أن يتولى هذا المهام بفعالية ويستطيع حل المشاكل خلافاً لما سبق من مرحلة دكتور فؤاد معصوم دكتور صباح سنتحدث عن حدود مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح ولكن دعنا نتابع هذا التقرير الثلاثاء المقبل الثاني من شهر تشرين أول ليس يوماً عادياً في الحياة السياسية العراقية هذا اليوم هو الموعد الدستوري النهائي غير القابل للتأجيل الذي حدده البرلمان العراقي لانتخاب رئيس جديد للبلاد ينتمي للأكراد حسب ما جرى عليه العرف العراقي في تقسيم الرئاسات الثلاث منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 رئاسة الوزراء للشيعة ورئاسة البرلمان للسنة ورئاسة الجمهورية للأكراد تأجيل تلو آخر شهدته الساحة السياسية العراقية في انتخاب رئيس للبلاد والسبب اتساع رقعة الخلافات داخل البيت الكردي وأحزابه والفشل في التوصل إلى اتفاق حول مرشح توافقي لا سيما وأن إقليم كردستان يستعد لانتخاب برلمان جديد حتى الآن بلغ عدد المتقدمين بأوراق الترشح لهذا المنصب ثلاثين شخصية سياسية أبرزها مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح ومرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني فؤاد حسين فيما تطرح أسماء أخرى توصف بأنها توافقية مثل عديل جلال الطلباني القيادي في الاتحاد الكردستاني سيناريوهات ثلاثة تنتظر حسم ملف رئاسة الجمهورية العراقية الأول أن تدخل القوى الكردية البرلمان باسم واحد ينتخبه النواب رئيسا أو تدخل هذه القوى بعدة مرشحين يتم اختيار أحدهم ضمن جولة أولى وثانية داخل البرلمان تماما كما حدث مع انتخاب رئيس المجلس أما الخيار الثالث الأكثر تعقيدا فهو رفع جلسة الثلاثاء المقبل وجعلها مفتوحة ضمن مسعى لعدم إحداث خرق دستوري وذلك يضيف أزمة سياسية على أزمة أخرى عنوانها عدم انتخاب رئيس للحكومة حتى الآن منصب رئيس الجمهورية العراقية لا تترتب عليه أي صلاحيات تنفيذية حسب الدستور العراقي الذي ينص على أنه منصب شرفي إذ إن جميع الصلاحيات التنفيذية في مجال الأمن والدفاع والاقتصاد والسياستين الداخلية والخارجية بيد رئيس الوزراء أعود إليك سيد صباح صبحي أستاذ علوم سياسية في جامعة صلاح الدين من أربيل هل حالة الانقسام الكردي اليوم زادت ربما من حدود فؤاد حسين لا حقيقة هذا الخلاف بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني ظهرت بعد عملية الاستفتاء في خامس والعشرين من أيلول 2017 واتهامات التي تطرح إلى الاتحاد الوطني باعتباره قد سحب قواته من كاركوك وأدى إلى سيطرة قوات العراقية على كاركوك حاليا يعني بدأت بوادر هذه الخلافات منذ تلك الفترة واستمرت إلى يومنا هذا واشتدت في الفترة الانتخابية الإعلامية التي تشهده الإقليم نتيجة من المزمع تتم عملية الانتخابات في 30 من أيلول الجاري يعني هذه الخلافات قديمة ولكنها ظهرت في العلن خصوصا بعد هذا الخلاف طبعا هذا الخلاف ستؤثر بدون شك على قوة الكرد في بغداد لأن الكرد يحتاجون إلى وحدة الصف صحيح أن هذا المنصب الرئاسي لديه العديد من الضوابط القانونية التي تم الإشارة إليها في الدستور لكن كما قلت هناك توافق وطني ويجب أن يكون هذا الشخصية التي يتم اختياره شخصية مقبولة لدى الجميع وثالثا يتم عن طريق مباركة إيرانية أمريكية سعودية على منصب رئيس الجمهورية أنا بالتصوري سوف لن تؤثر لأن الحزب الديمقراطي الكردستاني قد قرر بخوض هذا المنافسة أو هذا الاستحقاق الانتخابي لأدت اعتبارات أهمها حصولها على الأغلبية الأصوات في الانتخابات العراقية ومن المتوقع أن يحصل أيضا على أغلبية في الانتخابات القادمة في بلمان إقليم كردستان مما يزيد من إصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني على موقفه الثابت وبالإضافة إلى ذلك هناك رؤية داخل الحزب بفصل بين الملفين الملف الكردستاني من جهة والملف العراقي من جهة أخرى أي أن الحديث عن المناصب الحكومية في العراق تختلف عن المفاوضات والمساومات التي تحصل في إقليم كردستان أي هذا الأمر سيظل عليه باعتقادي إلا إذا كان هناك قوى مؤثرة كالولايات المتحدة الأمريكية نعم تحدثت عن هذه النقطة قبل قليل سيد صباح بأن هناك توافقات دولية يمكن أن تؤثر في حسب منصب رئاسة الجمهورية نعم دون الشك نحن نؤكد بأن السياسة الداخلية رغم الإعلان مرارا وتكرارا بأن هذه السياسة هي سياسة وطنية خالصة ولكن هناك تدخلات واضحة من إيران عبر قاسم سليماني وكذلك من أمريكا عبر بريد ماغورك حول كيفية تشكيل هذه الحكومة وكيفية ملأ هذه المناصب السيادي الحساسة التي تؤثر على مستقبل العراق وعلى استقراره في الفترة القادمة أي بعد أربع سنين وسوف يشكل أيضا واجهة بالنسبة لهذه العراق الجديد يتوجه إلى إيران أم يتوجه إلى السعودية أم يبقى مستقلا ذات سيادة ناقصة كما هو يعني معروف إذن يحتاج إلى توافق دولي إقليمي لا ولكن سيد صباح لماذا تعتقد بأن منصب رئاسة الجمهورية يجب أن يكون هناك تدخل دولي فيه على أن هذا المنصب هو منصب شرفي ليس له صلاحيات في الحقيقة هذا المنصب الشرفي الذي حضرتك تصفينه بأنه شرفي لكنه بالإضافة إلى أن هذا المنصب شرفي إلا أنه يتمتع بالعديد من الصلاحيات من هذه الصلاحيات يعني مفعلة مثلا نعم في المادة المواد التي ذكرت من 67 يعني المادة 67 تصل إلى 75 يعني هذه المواد تتضمن مثلا القيام برئيس الجمهورية لديه الصلاحية على عقد جلسة استثنائية للبرلمان لديه صلاحية على المصادقة على القوانين لديه الصلاحية على الاعتراض نعم ولكن يمكن اعتبار هذه الصلاحيات مجمدة سيد صباح نعم هل هذه الصلاحيات الآن فعالة؟ نعم إن هذه الصلاحيات هذه الصلاحيات في فترة السيد دكتور فؤاد معصوم كانت شبه جامدة ولكن التصور الحالي يجب تفعيل هذا المنصب وهذا المنصب السيادي باعتباره منصبا يجب ملؤها من قبل مكون الكردي هذا الأمر بحد ذاته يعطيه القوة لأن هذا التوزيع الحصصي للمناصب السيادية ذات دلالات باعتبارها لا يمكن تجاوز رئاسة الجمهورية أو لا يمكن تجاوز رئاسة البلمان في أي قرار يواجهه الشعب العراقي بكافة أطيافه وكافة مكوناته هذا هو القصد من التوافق العراقي أو التوافق في توزيع الحصص السيادية داخل العراق ولهذا الأمر يعتبر هذا المنصب منصبا حيويا إذا تم استغلاله وتم تفعيله باعتباره منصبا لحصة الكرد والذي يعد ثاني أكبر قومية داخل العراق حقيقة استفتاء قد أنشأ جوا متوترا وجوا مشحونا بين الحكومة المركزية وحكومة الدكليم ولكن لماذا ترك تحديد منصب رئاسة الجمهورية إلى آخر يوم من المهلة المحددة للجلسة؟ بسبب هذه الخلافات التي تحدثنا عنه إذا كان عدم موجود مرشحين من قبل هاتين الحزبين فكانت يمكن أن يتم اختياره في اليوم أو غدا بهذا الشكل لكن هذا الخلافات يحاولون ماذا لو لم يتم اختياره في الثاني من أكتوبر سيد صباح؟ ستوافق سندخل إلى مرحلة الاختيار داخل البرلمان وستعمل المفاوضات التي يقوم بها السيد دكتور فؤاد حسين الحاليا والسيد دكتور برهم صالح حاليا في بغداد ستأتي ثماره في الثاني من أكتوبر وسيقول البرلمانيين من هو الأحق والأجدر لترأس هذا المنصب الحساس ويفصل المشادات ويفصل الانقسام الموجود حاليا وعلى الرغم من أن الحزب الديمقراطي الكردستاني قد قام بجولات مكوكية ومفاوضات مستمرة ماراثونية مع القوى والأحزاب واستطاع أن يحسم أمر العديد من التحالفات الموجودة سواء كانت تحالف كتلة الإصلاح أو كتلة البناء لكنه لا زال يتأمل أن يحصل على توافق وطني لأن كما قلت بأن الإنقسام بين هذين الحزبين في المرحلة الحالية سيؤثر بشكل سلبي على تشكيل الحكومة في المستقبل لأن المناقشات سوف تكون أفعب الفكرة السيد صباح صبحي أستاذ علوم سياسية في جامعة صلاح الدين من أربيل شكرا جزيلا لك أسعار النفط ومسلسل الارتفاع هذا الملف بعد الفاصل إذن من جديد يبدو أن أسعار النفط أمام سلسلة من الارتفاعات المتتالية خاصة أنها وصلت هذا الأسبوع إلى مستوى لم تصله منذ عام 2014 مدفوعة بالمخاوف من نقص المعروض في السوق على وقع قرب بدء العقوبات الأمريكية على إيران في حزمتها الثانية والتي ستستهدف صادرات النفط بشكل أساسي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب صراحة منظمة أوبك بزيادة إنتاجها الأمر الذي رفضته المنظمة ما يضع أسواق النفط خلال الفترة المقبلة في وضع حرج عمر المجال يطلعنا على هذا الارتفاع يعني عمر هناك مقدمات رئيسية قبيل هذا الارتفاع غير المسبوق من أبرز هذه المقدمات ربما الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي أيضا فرض عقوبات على إيران والأمر الذي ربما حصر إيران بعدم تصدير إنتاجها النفطي أطلعنا على هذا الارتفاع وتداعيته نعم بيان كما ذكرت هذه الأسباب هي أسباب رئيسية العقوبات خاصة للعقوبات التي فرضت على إيران وحصرت إنتاج إيران لتصدير هذا النفط نستعرض هذه الأسباب هل يخترق الذهب الأسود سعر المئة دولار؟ بعد انخفاض دام لثلاث سنوات وتسبب بأزمة مالية خانقة للكثير من الدول بدأت أسعار النفط العالمية تعش لتقفز فوق سبعين دولار هناك من يتحدث عن أن هذا الارتفاع سيكون عاملا مهما في تحقيق التوازن بين حجم الإنتاج وثبات الأسعار شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعا غير مسبوق لسعر خام برينت حيث وصل إلى 82 دولار وهو أعلى مستوى له منذ عام 2014 حيث بلغ في تلك الفترة 81 دولار للبرميل أسباب هذا الارتفاع القياسي تعود إلى نسبة الامتثال في منظمة أوبيك لحصص الإنتاج والتي بلغت 100% بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران والتي أثرت على صادرات إيران البترولية علما بأن إنتاج إيران يقدر بأربعة ملايين برميل أيضا ارتفاع الطلب العالمي بسبب زيادة نمو الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى تراجع إنتاج ليبيا وفنزويلا لأسباب سياسية وأمنية كان لها أسباب مباشرة في ارتفاع هذه الأسعار قبيل هذا الارتفاع وإثناءه كانت الاتهامات حاضرة الرئيس دونالد ترامب كان قد صرح أمام الأمم المتحدة بأن أوبيك تنهب العالم من خلال أسعار النفط المرتفعة أيضا جدد ترامب هجومه ضد إيران مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسعى لدفع دول العالم لخفض مشترياتها من النفط الإيراني في المقابل الرد من طهران كان حاضرا وزير النفط الإيراني اعتبر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو المسؤول الرئيسي عن ارتفاع أسعار النفط في العالم ومع هذه الاتهامات لمنظمة أوبيك إلا أنها عرضت خطتها التي وضعتها لعام الفين واربعين للطلب على النفط وأشارت الخطة إلى أن العالم يستهلك في كل يوم تشرق فيه الشمس تسعة وتسعين مليون برميل بترول في الربع الثاني من عام الفين وثمانية عشر لكن وصولا إلى عام الفين واربعين ستصل نسبة الاستهلاك اليومي إلى مئة واثني عشر مليون برميل يوميا وهنا الزيادة واضحة أظهرت خطة أوبيك أن عام الفين واربعين سيتضاعف عدد السيارات ليصل إلى نحو مليارين ونصف المليار سيارة وثلاثمائة وعشرين مليون سيارة كهربائية وحجم الاستثمارات المطلوبة في قطاع الطاقة خلال عشرين عاما سيصل إلى أحد عشر تريليون دولار هذه هي الأسباب بيان وأيضا وكالة رويتر استشفت خلال الأسبوع الماضي بأن خلال عام الفين وثمانية عشر سيبقى سعر برميل النفط فوق السبعين دولار لعدة أسباب منها ما ذكرنا الإنتاج إيران موضوع فنزويلا أيضا الطلب المتزايد أيضا هناك عدة أسباب في الداخل الأمريكي بعض الولايات منتجة وبعض الولايات غير منتجة نعم ولكن السؤال عمر كيف ستتصرف الدول غير منتجة لنفط مع هذا الارتفاع ينضم إلينا في الأستوديو المهندس عامر الشوبكي خبير على الاقتصاد والطاقة أهلا بك مهندس عامر يعني إذا تحدثنا عن أسباب الارتفاع غير المسبوق في أسعار النفط العالمية طبعا كما ذكر زميلنا الأخ المجالي هناك أسباب واضحة منها السبب الرئيسي وهو العقوبات الأمريكية على إيران وأيضا زيادة الإنتاج في بعض الدول التي لم تغطي بالتالي حاجة السوق وبالتالي انخفض المعروض أيضا في السوق وانخفاض مخزونات النفط الأمريكية وذلك بنشر تخرجها معهد البترول الأمريكي والذي صدرت يوم قبل أمس بأن معدلات المخزونات الأمريكية انقفضت أيضا هناك الأزمة والإطرابات السياسية في فنزويلا وصادرات النفط أيضا المضطربة في نيجيريا وفي ليبيا فكل هذا يدفع بأسعار النفط إلى الارتفاع لمستويات كما لاحظت لم نشهدها منذ عام 2014 هل هناك من هو سبب فعلا بارتفاع أسعار النفط؟ هناك من يلقي الاتهامات على بعضه البعض؟ نعم لاحظنا ذلك بأن ترامب ألقى اللوم على دول أوبيك وبالذات دول الشرق الأوسط وكانت هناك تغريدة غريبة من نوحها فيها نوعا ما إهانة لهذه الدول وردت هذه الدول بالإضافة إلى روسيا بأننا نحمي هذه الدول من دون مقابل كانت تغريدة بأننا نحمي الأنظمة في هذه الدول وهذه الدول تدفع أسعار النفط إلى مزيد من الارتفاع دول أوبيك في الشغل الأوسط تسميها نعم الآن الأزمة الإيرانية والعقوبات الإيرانية التي تطل علينا في مطلع الشهر ما بعد القادم في مطلع التشرين الثاني في حزمتها الأولى هي مقسمة على أكثر من حزمة تدفع بالعديد من الدول التي تستورد النفط الإيراني وهي دول أوروبا التي تستورد حوالي 600 ألف برميل يومياً والصين التي تستورد حوالي أيضاً نفس الكمية 600 ألف برميل يومياً وهناك الهند التي تستورد 500 ألف برميل يومياً هذه الدول الآن أخذت بعين الاعتبار بأنه سوف يكون هناك عقوبات وبالتالي انقطاع للصادرات أو الاستيراد من إيران فأخذت على عاتقها إبرام عقود مع شركات أخرى كما أعلنت اليوم مثلاً الشركة الهندية الرئيسية في إبرام عقد آخر مع شركة أخرى لكي تتلقى الصدمة بشكل أخف عندما تكون العقوبات وتصدر بشكل رئيسي هل سنشهد ربما ارتفاعات على أسعار النفط كما كان في عام 2008-2009 لا أكثر من 100 دولار؟ إيران تشارك في حوالي 4 أو 5% من الصادرات النفطية العالمية فبالتالي انقطاع الصادرات الإيرانية بالتأكيد سيدفع أسعار النفط للارتفاع هنا المسألة تحتاج إلى انتظار لأنه في هذه الحالة ونحن عندنا تجربة سابقة في سنة 2012 في العقوبات الإيرانية حيث أدت إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 147 دولار للبرميل وامتدت إلى نهاية 2014 هذه العقوبات الآن نحن عندنا تجربة بالإضافة أنه ارتفاع النفط أسبابه موجودة لأنه انخفض الانتاج وانخفض المعروض في السوق السؤال هل تستطيع السعودية تغطية الانتاج الأوروبي السعودية بالذات لأن السعودية لديها قدرة على رفع انتاجها اليوم من 10 مليون برميل وهل هو انتاج الحالي؟ هل تريد رفع انتاجها برأيك أسعار؟ تستطيع رفع انتاجها وهو أمر مطروح الآن والاجتماع الذي سيحصل هل هي السعودية تستطيع؟ نعم تستطيع ومطروح وهو سيبحث في اجتماع أوبيك القادم بأنه لماذا السعودية لوحدها تأخذ هذا النصيب الانتاج في تعويض الحصة الإيرانية من السوق العالمية لماذا لا تأخذه عدة دول؟ لأن الدول الأخرى مربوطة أيضا بنسبة انتاج معينة لتكون ضمن الاتفاقية المتفق عليها مجموعة أوبيك وروسيا أيضا تسعى لزيادة الانتاج هذا يجعل مكاسب أخرى لهذه الدول ولن نستطيع أن نخفل أن هذه الدول جميعها مستفيدة من رفع أسعار النفط لأنه بالتالي سيرتفع العائد الآن تصريح ماكرون الرئيس الفرنسي أمس بأن العقوبات سوف ترفع أسعار النفط وعلينا بالتفكير مجددا في هذه العقوبات أيضا دفع إلى أمر آخر إذن ما يبدأ برأيك؟ دفع إلى تباين في الموقف ما بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وهو أمر مختلف عما جرى في 2012 نعم إذا تحدثنا عن تأثير كل ذلك على الأردن بالتأكيد ارتفاع أسعار النفط عالميا أول ما يشعر به الأردن وبالتالي سوف ينعكس على سعر الفاتوة النفط التي يتم تسعيرها نهاية كل شهر وتعتمد معدل الأسعار النفط أو مشتقات النفطية في الشهر كامل على مدى أربع أسابيع أو ثلاث أسابيع نعم إذا تحدثنا عن إلى أين تتجه أسعار النفط خلال عام 2018 2018 في نهايتها متوقع أن تقفز عن حاجز التسعين دولار للبرميل وخصوصا عند بدء تطبيق العقوبات في بداية تشرين الثاني أي بعد حوالي خمسة وثلاثين يوم ومتوقع أن تقفز حاجز المئة دولار للبرميل وكل ذلك مئة دولار للبرميل بعد سنة 2019 وكل ذلك يعتمد على مدى تقيد الدول العالمية وبالذات الدول الأوروبا والصين بالعقوبات الأمريكية وبالتالي تقليص حصة إيران من السوق العالمية وانخفاف العار المعروض في السوق نعم المهندس عامر الشبكي خبير الاقتصاد والطاقة شكرا جزيلا لك شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة